اشتركوا في القناة تواصل اجتماعي انستجرام رسالة للجمهور الودادي حيث قال كان طموحي الفوز بهذا اللقب المشرف الذي استبعدنا منه بمرارة رغم كل المجهودات المبدولة واضاف حديثه لكن هذه كرة القدم دائما ما تفاجئنا بنتائز غير متوقعة كنت امل ان ارفع اسم بلدي عاليا مرة اخرى لكن الظروف لم تكن في صالحنا واختتم حديثه بالقول شكرا للزماهير رائعة وشكرا لكل من سندني خلال هذه الفترة وان شاء الله القادم دائما افضل تجدر الاشارة الى ان فريق الودادي الرياضي ودع مسابقة موندياليطو في الدورة الثانية بعد الهزيمة امام الهلال السعودي عن طريق الركلات الترجيحية بعد نهاية الوقت الاصلي والاضافي بالتعادل هدف لمثله من المنتظر ان يعود فريق الودادي الرياضي لكرة القدم للمنافسة نهاية اسبوع الجاري وذلك بعد الاقصاء المبكر من منافسات كأس العالم للانديا امام الهلال السعودي بالركلات الترجيحية اول امسين السبت وتعرف الودادي الرياضي على منافسه في الدور سدس عشر نهائي كأس العرش حيث جارت مباراة بين المغرب التطواني ومضيف اتحاد مارا انتهت بفوز المغرب التطواني ومن المتوقع ان يتم تحديد الاسبوع الجاري كموعد لاجراء المقابلة لفريق الودادي الرياضي ضد المغرب التطواني وفقا لما اكده بلاغ الجامعة الماكية عن ان مبارايات سدس عشر نهائي كأس العرش ستجرى بعد نهاية الاسبوع الجاري جدير بالذكر ان فريق الودادي الرياضي مقبل على العودة للمنافسة في دور ابطال افريقيا حيث سيواجه فريق شبيبة القبائل يوم السابع عشر فبراير الجاري على ان يستقبل فريق بيترو اتلاتيكو الانغولي يوم الرابع والعشرين فبراير في انتظار استقباله كذلك يوم الثالث مارس فيتا كلوب لحساب الجولة الاولى من مجموعات دوري الابطال تتواصل قضية فريق الودادي الرياضي لكرة القدم مع اللاعب الجزائري جمال الدين بالعمري الذي وقع على عقد انضمامه لبطل المغرب خلال الايام القليلة الماضية قبل ان يفاجئ الفريق بمغادرة المغرب مطالبا رئيس النادي بفسخ عقده بشكل ودي ووفقا لمعطيات خاصة فان اللاعب الجزائري قرر العودة الى المغرب خلال الساعات القليلة الماضية من اجل ايجاد حل ودي مع ادارة النادي الاحمر لفسخ عقده كما انه بامكانه انضمام للفريق في حال توصل مع رئيس النادي الاحمر لحل يرضي الطرفين واكد نفس المصدر ان جمال الدين بالعمري يسعى الى التفاق لحل ازمته مع فريق الوداد الرياضي دون لجوء الاخير الى لجنة النزاعات التابعة لالتحاد الدولي لكرة القدم بحكم توفره على توقيع اللاعب الجزائري الذي يقر بانضمامه للنادي وفي حال اتجهت ادارة الوداد الرياضي الى اللجنة التابعة للفيفا فانه حتما سيفوز بالقضية اضع فريق الوداد الرياضي فرصة الوصول لنصف نهائي مونديال الاندية وتوقف ترحلته بعد الهزيمة امام الفريق الهلال السعودي يوم السبت بالركلات الترجحية في ملعب المجمع الرياضي الامير مولي عبدالله بالرباط ولم يفوز الفريق الاحمر في ثلاث مباريات خاضها في المونديالي طو حتى الان بعد هزيمتين متتاليتين في النسخة 2017 امام فريق باشوكو المكسيكي واراواريدز الياباني قبل ان ينهزم ضد الهلال السعودي ورغم الاقصاء من مونديال الاندية الا ان الوداد الرياضي سيجني مبلغ 1.5 مليون دولار مقابل الحلول الخامسا في هذه المسابقة وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد اوقف العمل في وقت سابق بمباراة تحديد المركز الرابع والخامس التي لو وجدت في هذه النسخة لكانت ستزمع بين الوداد الرياضي وفارق سياتل ساندرز الامريكي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة